تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قاضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 34 طن مواد غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 5 أطنان سلع غذائية كما تم ضبط 12 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 17 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 430 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر